الإسرائيلي يفهموا بأن نتنياهو يراوغ ولا يريد عقد أي صفقة وهذك عليش بالتونسي نحن نقول حرق الشارع قدام وزارة الدفاع هو مبدئيا كما قال السيد العميد راهو عرف نتنياهو وحكومته بالكذب إذن وقلي عنا شخص كذب نمشيه للصادق حرك الشارع أبو عبيدة حرك الشارع الإسرائيلي لأنه كان يتكلم بالصدق ويتكلم بالأدلة قلك اليوم صار هجوم على إليات عسكرية يوريهم لك بالتصور راهو اليوم عنا أربعين أسيرة وفما أربعين اليوم عنا كذب فإذن فحبل الكذب كما نقوله في تونس قصير وأبو عبيدة بصدقه وبالطريقة التي تناوب بها خطاباته إعلاميا كان في كل مرة وفي كل يوم يزيد يتطور هذا الخطاب إلى أن أصبح هو ربما الخطاب الرسمي المسيطر لا فقط في الدول العربية ولا الدول التي تتكلم اللغة العربية وتفهم اللغة العربية وإنما حتى الشارع الغربي والإسرائيلي وكوامل أنحاء العالم وهذا اللي قلناه البارح كونه الحرب الإعلامية كانت حرب فارقة في هذا الأمر لأنه منذ بداية الحرب فما أكاذيب إسرائيل لعبت دور الضحية 7 أكتوبر اعتداءة جنسية وكذب وكذب تبين بمرور وقت ومعا كما قلنا الحرب الإعلامية أصبحت الكفة لصالح المقاومة مقاومة ولصالح الفلسطينيين بما توصلوا في معانتها فهم بروغرام كامل صار والحرب الإعلامية في جهة أخرى سماح في تعليق حتى على كلمة واحدة وأني في تعليق على كلمة نتنيها ويقول أنتم تضغطون علينا وكان عليكم أن تضغطوا على حماس الكيان المحتل راو ما هو شي حارب في حماس را هو غير قادر أنه ينتصر على حماس كان جاء هو حارب في حماس راو حرب فيس تو فيس الفن النبيل كما في الملاكمة هذوم الناس تيقنوا أنه ما ينجمش ينزل الميدان ليواجهها المقاومة قصف للأطفال والنساء إبادة جماعية خرجنا من حرب اللي واجهني وأواجهوك الحرب النازية وتخلنا في إبادة جماعية يعني اليوم فما يزمنا نفهم واش قاعدين نتحدثوا يزمنا المفاهيم هذي الكل تتحط على الطاولة يا شخص يا سيد نتنيها أنت لا تحاربوا في حماس أنت تبيت في شعب اشو دخل هذا في هذا والشي الفارق في المسألة هذي حسب رأي شخصي وأني بالكلمة هذي أنه الانتخابات القادمة في الدول مع أنت سواء في الولايات التحدة الأمريكية ولا الانتخابات في في أوروبا هي التي غيرت المسار وغيرت الأمور إلى أن أصبح معناها الإدارة الأمريكية وغيرها يتغير مواقفهم نحو دعم المقاومة والفلسطيني سيد العميد فمع الجملة بشقول هذي وقلي بشنا تفكرك الجملة إذا أوقف الكين العدو الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافه فهذا يعني خسارة الحرب نتنياهو 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 قال اليوم في الاجتماعي منذ دقائق يقول إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها فهذا يعني خسارة الحرب ولن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق جميع أهداف الحرب قال لن نوقف الحرب على الأقل تواين حسبت شوية والأستاذ يتكلم على الأقل سبع مرات في الخطاب متعوبين سبعة وتسعة مرات لن نوقف الحرب كلمة ضغط دولي قالها على الأقل عشرة مرات في خمسة عشر دقيقة ضغط دولي وكأنه يريد أن يرفع من حمل الشارع الإسرائيلي ورأي الناخبين للضغط الدولي أخطر 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 لا عملي أخطر بكثير شوف هو هو الوقت الراهن على ظهر سيد العميد زادوا نقطة خلا بش جاوبنا عليها قال سنضرب رفح سنقصف رفح وسيكون خلال بعض الأسابيع الإجابة جيكم نعطي سيد العميد توفيق ديدي بعد تونس بلادنا بولاياتها الأربعة وعشرين نحكي وعليها في برنامج دوق أربعة وعشرين من الاثنين للجمعة من العشرة حتى النص النهار أحوال البلاد وآخر الأخبار نتبعهم معنا من الاثنين للجمعة في هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين في رمضان برشة فن وإنتاجات مسلسلات سهريات نجوم الفن وليسكوب كل نهار في أستار من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين الماضي 3 برّ يزمان ويجا يزمان تمشي أيام وتشي أيام وما يبقى من الكلام كان خرافة ومالخرافة عبره وعلى هذك وطيلة شهر رمضان ابتداء من ماضي 3 متع العشية تسمو حكاية ما حكايش العربية ربي بقى لنا السطر إلى يوم السطر في الرافماكة جونا على العالم حتى الماضي ساعتين سيد العميد توفيقدي دي تفضل احنا في الجيش عنا كلمة صعب فاهمها اسمها البقية بالفرنسية لا سيغري يعني هو توى في الحالة هذي بالضبط هو الآن في حالة أن يحاول يبقى حي عليش هو الآن على ظهره 7 أكتوبر هذي كتحمل مأسوليتها بنسبة 100% حاول يتملص منها ويحطها شوية في الجيش وشوية في الشباك لم يفلح لأنه هو القاد الأعلى للقوات المسلحة والشباك والمصاد دونك هذي ساعة في ميزان سيئاته محطوطة ثم إدارة الحرب السيئة وعدم القدرة أنسى كل شيء عدم القدرة على يعني إرجاع الرهائن الثلاثة الهزيمة لما باش يصير باش يعاود نزيدوه فوق هذو مزوز نزيدوه يعني حمل آخر إذن هو منطق يدعم فيه راو هو ما أمامه حد شيء أمامه يواصل الأقصى حد قد ما نجم وقد ما عناش مخضاعش للضغط لكن شوفوا الضغوط تاو العالم الكل ضد نتنياهو إيش تبقالوا نتنياهو؟ بقالوا ثلاثة ركاز وبقالوا واحد اليمين المتطرف اليمين المتطرف اللي هما معروف سموتريتش كل شيء وبقالوا لايباك وبدت هي بيدها تتزعزع لأن الأمريكان فقوا بها ولد كارثة وفي أوروبا يعني أمر كبيرة وبقالوا مع الأسف الشديد خمسة دول العربية تؤازيره ومصدر قوت وجاء من هذو ما الخمسة اللي يعطيه في البترول سألوني باشا مرات على البترول ويتاموا في الجزائر عبثا يتاموا الدول تحل الانترنت سهرة وتلقى الدول اللي يعطيه في الإسرائيل مصر إمارات السعودية وهو على يعني على أمام الملع مش حجم خبية يعني أمور مكتوبة اش دخل الجزائر في المعملية الجزائر بتاعتي في البترول الإسرائيل شو العبثة ذي؟ الجزائر عندها دي باير بلاين معروفين يتعدى من توس يمشي إلتاليا يتعدى واحد يعني الإسبانيا وانتهى الموضوع يعني ما تهميش حاجة جديدة إذن هو رأى إذن نتنياهو اليوم في حالة بقية وهو رومانطقي اللي عم فيه أي إنسان يفكر يقول يزمع من الكاكس ينو مشيها رأسه بيش تقص هذا كهو غاو ولكن توا احنا نقوله وصلت الزنقة بالهربة هربة الآن القروح في زنقة فيما مر ما فيشي إسو إذن هذا هو واضح إنا بش نكمل مع كلامك أنت سيد العميد وسؤالي للدكتور رفاة طبيب النتنياهو يتوجه بالخطاب مباشرة وبالاسم لبايدن يقوله هل فقدت ضميرك الأخلاقي إنهم يضغطون لأجل انتخابات لوقف الحرب منهم ولكن ترجم الجملة هذية اللي تقالت لبايدن ماذا وراء هذي الجملة ما وراءها وأنه نذكره حاجة أنه رئيس ترامب عند محكم الأربعة سنوات امتعه أمريكا ما عامت حتى حرب بالرغم أنه شخصية ما تظهر كان عدواني لأخير كان عمر وعمل الحرب بيع السلح ضغط على بدلت عمر وعمل الحرب واليوم هذه هذه الإشارة اللي عملها نتنياهو ظاهر لي أنه نتنياهو إحدى السبل اللي يعتبرها هي إمكانية خروج من عوق الزجاج هو أنه يوصل بالحرب إلى مبعد الانتخابات الأمريكية وسقوط وسقوط بايدن ومعناها مجيء معناها ترامب وقت يقول لك قد تتبدل المعادلة ونلقى روحي في ظروف أخرى ولكن يحلم لأنه اليوم هذه الهروب إلى الأمام هذيه اللي يبين إلى أي حد الحرب اليوم أصبحت تنتظر تحقيق مكسب على الأرض انت تقول بيش تمشي تضرب رفح أي وقتش كانت ضربنا ضربنا رفح جزء من من الهداف الاستراتيجية لله معناه للعدوان ما كانتش هذي تم استحديثها عليش لأنها بشدية تعوض الهزائم الأخرى وأصلا الهدافة التي لم لم يتم تحقيق اليوم رانها معناه فتنى مئة وستين يوم في الحرب ولم يتم تحرير ولورة هنا واحدة بمعناها بعملية حربية راو شي عجب راو شنو هل هالجيش الكارتوني هذيه بل قتل أنا شكيت فيه دكتور ها تفكر شكيت فيه وشكيت فيه قدرات العسكرية وقلت يطف الحرب سأثبت للسادة المساهدين شمعناها عسكريا جيش كارتوني اللي قلت هدوه هنا ربنا نسأل على حاجة هل آآ 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 الأوال اليوم أن نعود إلى كل ما أنتج من كتابات عسكرية وأبنية وغيره حتى إيديولوجية في من سبعينات يعني من حفظ سبعين إلى يوم لهذا من طرف بعض الكتاب العرب الذين قدموا لنا إسرائيل وكأنها الدولة التي لا تقهر هل كان كل هذا الكلام عن قوة الجيش الإسرائيلي وقوة المجتمع الإسرائيلي والذكاء الخارق الإسرائيليين إلى خيره هل كان فقط من أجل اقناعنا بحتمية الهزيمة هل كان هذيه حقيقة آآ آآ إرادة من طرف البعض الذين كانوا يهرولون نحو التطبيع هل كانوا فقط يخططونا لهزيمتنا ولنزع أي نوع من أنواع المقاومة من استراتيجياتنا واضح مو أزالي التصريح نتنياهو ومواجه لبيدن هو هدايا دليل اللي هو عرفت واحد كي يبدأ بشيغرق ويشد فيه يحب يغرقه معاه هذيكش قاعد يام على خاطر ما شفناش نتنياهو تفاعل مع عديد التصريحات خاصة والتصايد التصايد اللي هو فيها تصايد كبير لأ وشوفنا حتى التصايد روكي رئيس كتلة للحزب الديمقراطي في في السناء يعمل تصريح هذيك راهو هذي معناها بعبارة معناها الكونجرس معاتش دعم لنتنياهو أما ما شفناش عمل رد فعل مباشر لهذا التصريح أما هو لهنا في محاولة لي سحب بايدن معاه إلى تحت خاصة ان هما ماشيين توا في انتخابات رئاسية أمريكية يقول لك بنخسرش واحدة نهزوا معايا وهذي وعليش خاطر وقلناها قبل في البلاتو هذي يا سماح قلنا راهو الحرب هذي ومعناها انتنياهو قاعد يربح في الوقت ما فهماشي ما يربح ترامب قاتل نعرف ولي ترامب هو من أكثر أكبر الداعمين وزاد نسيبه جارة كوشن هو عسكري ضابط اسرائيلي في الأصل اللي هو عنده سياسة وواضحة خاصة اللي هما من الناس اللي تخدم على المسروع التطبيع الكبير اللي ينجح في فترة ترامب انا ما تقدمش في فترة بايدن احمد لغالبي نخبر معك هو انا ديما نقول سماح وديما نستغرب معناه انه اه نتنياهو يتكلم بالضمير والأخلاق معناه كان فما شخص في العالم كان فما شخص في العالم يتحدث على الأخلاق والضمير لن يكون نتنياهو هذي النقطة قول نقطة ثانية هذا الشخص كما يفعلوا اعلامه وكما يفعل كتاب الكتاب اللي موالين لهم معناتها والكين الصهيون يسيطر في وقت ما على الاعلام وخدم حتى على العرب معناه يخدم خدم منا على تيك توك وخدم منا على وفريس وعما اعطاها تمويلات الهليود وصارت افلام للمثلية وحاول يعمل اي شي انه يفسد الشارع ما يفسد العرب والمسلمين وحاجة اخرى اكد عليها انه يقنعك بالامر اللي هي ربما عكسه يقنعك بعكس اللي هما ناس اقوية هما ناس لا يقهرون هم ناس معناها عندهم امكانيات كبيرة ونحن متخلفين ظروفنا تعبة وهذاك عليش الناس واللي تحب تطبع معهم واليوم عارفوا اللي هو اللي يمشيوا فيه كله خاطئ ماشي وصلنا الوقت انه الدول معناها ما تسحق هذا شي تحب تطبع من العمل اسرائيل لتحسب الامن لانه امن هم ولا من رضاء اسرائيل عليهم وهذا مساج معناها كبير ياسر بش يعرفوا انه راه مهما تهول التهويل هذا كله ما هو الا صناعة صيونية امريكية ما هي الا صناعة مدفوعة الاجر واضح وللتصحيح الكلام اللي قاد نقول فيه هو من اجتماع آآ لقاء حاليا قاد يدور لقاء هذية بين بن يمين نتنياهو اقارب 22 اسير في مقر وزارة جيش العدو مقر كوريا في تل ابيب وهذا هو اللقاء الاول بين نتنياهو واهل الاسراء منذ 21 جنفي يعني اللي كنا قاد نقول فيه قاله نتنياهو امام اقارب 22 اسير معني هم عندهم اسير في 163 يوم لم يستطع جيش نتنياهو ان يعني يروح يساعد رهينة واحدة ثم يتحدث سياسة وانتخابات وبايدن